اتهامات جديدة موجهة إلى حركة النهضة التونسية بشأن الجهاز السري ووجود فرع طلابي تابع للجهاز هذه الاتهامات أعلنها لاتحاد العام للطلب التونسيين الذي أكد أن عناصر من النهضة تعمل على استقطاب الطلاب وتسهل سفرهم لبؤر التوتر للمشاركة في القتال بالإضافة إلى وجود علاقة بين عدد من منفذي العمليات الإرهابية والحركة الكشف عن الفرع الطلابي التابع للجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية جاء في الحقيقة نتيجة لمجهود كبير قام به الاتحاد العام لطلب التونس وأصبح ثابتا لدينا اليوم بما لا يدعو مجال للشك علاقة هذا الفرع الطلابي بعدد من منفذي العمليات الإرهابية في تونس وتقول قيادات في اتحاد الطلاب أنهم يتعرضون لمضايقات وتهديدات بعد كشفهم حقيقة محاولات النهضة ما يصفونها بأخوانة الجامعات مطالبين في الوقت ذاته بمجابهة هذه المخططات على خلفية كشفنا لحقيقة الجهاز السري أو لحقيقة الفرع الطلابي التابع للجهاز السري لحركة النهضة يتعرض الاتحاد العام لطلب التونس إلى جملة من التهديدات وهجمة منظمة ومنهجة ويتعرضوا قياداتها إلى عديد من التهديدات وتضييقات التي تمس من حرياتهم وسلامتهم الجسدية وفي شهر اكتوبر الماضي اتهمت هيئة الدفاع عن الشهدين شكري بالعيد ومحمد إبراهمي حركة النهضة بالضلوع في اغتيالات سياسية وقعت بالبلاد بعد ثورة عام 2011 الأمر الذي نفته الحركة بشدة يوما بعد يوم يزداد الحديث عن ما يعرف بالجهاز السري التابع لحركة النهضة وهذه المرة حول أنشطة الزراع الطلابي للحركة وعلاقته بعدد من منفذية العمليات الإرهابية في البلاد وما بين الاتهامات والنفي من الحركة تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء التونسي ياسر دبابش الغد تونس ترجمة نانسي قنقر